نظم مئات المواطنين العرب في قليم الأحواز مسيرة حاشدة مناهضة لسياسات النظام العنصرية ضدهم وتاتي المسيرة استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في مدن قليم الأحواز على خلفية ما بثه النظام من برنامج تلفزيوني يسيء للعرب الأحوازيين وقد قبلت المسيرة برد قمعي من قبل السلطات الأمنية المدعومة بعناصر الحرس الثوري وأقدمت على اعتقال العشرات من الشباب وأكد عدد من الحقوقيين في مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد وتأتي ردا على مساعي النظام في تغيير التركيبة الديمغرافية للأقاليم غير الفارسية ترجمة نانسي قنقر